بسم الله الرحمن الرحيم طيب الهيدروليك سيركيت او الفليوت باور سيركيت ليها كومبوننت رئيسية اللي بيها تكتمل الدايرة وبدونها لا تعتبر الدايرة كاملة فاول كومبوننت عندنا اللي هو الريسيرفوار او الريسيفر او التانت اللي هو بيعتبر ستورز للفليوت مخزن لتخزين الفليوت او الزيت بتاعي طبعا لما يكون التعامل مع النيوماتيك او السيستم بتاعي نيوماتيك ما بنحتاجش هذا الريسيرفوار في كل الطبقات لانه ممكن يعتمد على السورس بتاعه من الهواء الجوي ولكن في بعض الطبقات النيوماتيك بيحتاج يكون فيه خزان للهواء عشان يخزنه under pressure الجزء التاني وهو من الاجزاء المهمة اللي هو الفليوت كوندكتورز او اللاينز الخطوط ودي اللي بتمثل فيه صورة البايبس والتيوبس والهوز اللي هي بتسمح بمرور الفلوه وانتقاله بين المكونات الاخرى الجزء التالت اللي هو البامب في حالة الهيدروليك سيستم والكمبريسور في حالة النيوماتيك ودي الوظيفة بتاعته اللي هي تحويل الميكانيكال باور الى فليوت باور واللي بعد كده بيتم نقلها لتنفيذ شغل معين او وظيفة معينة بعد كده عندي الجزء الرابع وهو الفالفز المحابس اللي هي بتبقى مسؤولة عن عمل كنترول على ثلاث حاجات رئيسية كنترول على الديريكشن وكنترول على البريشور وكنترول على كمية الفلوه المتحركة داخل السايكل وان شاء الله هنفرد محاضرة كاملة للتحدث عن انواع الفالفز بالتفصيل الجزء اللي بعد كده اللي هو الاكتويتورز ودي الجزء اللي بيتم نقل الطاقة ليها عشان تقوم بوظيفة معينة ومنها السيلندرز او الموتورز اللي هي الهايدروليك موتورز ودي بتقوم بتحويل الفليوت باور مرة اخرى الى ميكانيكال باور علشان تقوم بالوظيفة المطلوبة منها ودي تعتبر المكونات الرئيسية اللي بدونها الدايرة ما تكونش كاملة لكن في مكونات اخرى بتكون اكسيسوريز للدايرة لتحسين اداء الدايرة لكنها ليست ضرورية او ليست جزء اساسي من الدايرة الهايدروليك سيركيت طبعا علشان نتعامل مع الهايدروليك سيركيت او نقدر نرسمها فبنقدر لازم نعبر عن كل جزء من اجزاء الدايرة بشكل رمز علشان تكون سهلة القراءة والتعامل والتقديم بعد كده لو حبيت تقدم البرزنتيشن بتاعك او تقدم المشروع بتاعك فبيبقى كله في صورة رموز بالرسم يعني فاول جزء عندنا اللي هو الريسيرفوارز او التانكس لها عدة رموز مختلفة فعلى سبيل المثال لو ترزم بهذا الشكل ده معناه انه فينتت ريسيرفوار يعني هذا الريسيرفوار بيكون مفتوح للاتموسفير مش مالوش اي ضغط يعني ضغطه تقريبا صفر لكن لو اتعامل بهذا الرمز ده معناه انه بريشاريز ريسيرفوار يعني هذا الريسيرفوار او هذا التانك اندر بريشار ليه قيمة وطبعا قيمة الضغط ده بتأثر فيه اداء الدايرة نفسها حسب الديزاين اللي تم تصميمه على اساسها لو تم عمل لاين بالشكل ده لمدخل الريسيرفوار فده معناه ان الزيت بيرجع للريسيرفوار ده from above يبقى above oil level return line reservoir اما لو كان معمول بهذا الشكل فده معناه ان الزيت بيرجع من below level يعني بيرجع من اسفل الريسيرفوار وده طبعا بيفرق كتير في عملية التصميم او في عملية الحسابات الخاصة بالدايرة لان في الحالة دي هيبقى فيه ضغط لعمود الزيت بيأثر فيه اداء الدايرة او فيه تشغيل الدايرة عندنا بعد كده اللاينز او الفليوت كوندكتورز ودي ليها عدة رموز اذا تم رسمه في صورة خط متصل بهذا الشكل دي يسموها continuous line ودي تستخدم للتعبير عن البيلوت سابلاي او المسار اللي بيتم فيه مرور الفلو او ممكن نعبر عنها في الريتيرن او الالكتريك لاينز يبقى كل الخطوط اللي في الدايرة اللي بيمشي فيها فيلو بتكون بيعبر عنها بالcontinuous line اما لو عبرنا عنه بخط في صورة داش بالشكل ده ففي الحالة دي بيستخدم فيه التعبير عن البيلوت او الديرين او بيرج او بليدينج لاين يعني هذه اللي بيتم تكون مصار رئيسي للفلو وممكن تستخدم فقط في اعطاء اشارة او نقل لطاقة بدون تحرك الفلو نفسه الواصلة لما تكون معمولة بالشكل ده دي معناها ان فيه واصلة مارينة في الاكسابول لاين ودي بتكون بيتم تواجدها بشكل عام بين الموفينج بارتس الاجزاء المتحركة عشان تكون واصلة مارينة تمنع ان الخط يتم قطعه نتيجة حرجة هذه الاجزاء لما يتعامل الرمز بالشكل ده معناه ان ده كروس لاين يعني التو لاينز دول ما بيتقطعوش ده لاين ماشي وبعدين بيعمل كروسينج على اللاين التاني مفيش تقاطع بينهم اما لو تعامل الدوت بالشكل ده فده يستخدم للتعبير عن الجوينت او الجنشن الواصلة بين خطين مختلفين يبقى فيه الجوينت دي او الواصلة دي او النقطة دي الدوت دي يتم استخدامها لتعبير عن منطقة اتصال بين التو لاينز